تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبعاء بأسعار أزيد من السعر الرسمية هيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 343 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 111 طن مواد غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط نحو 6 أطنان سلع غذائية كما تم ضبط أكثر من 33.5 طن سلع غذائية في مجال الاستلاء على السلع المدومة وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 12 طن وتم ضبط 60 طن أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 419 قضية من بينها 75 قضية خبز ناقص الوزن و118 قضية خبز غير مطابق للمواصفات